الله الله سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعدائ الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم الآية الأولى تشرح موضوع الجبر والتفويض التي ذكرناها مرات عديدة في السنوات السابقة وأتصور في هذا الشهر أيضا ألمحنا إليه كإشارة الآية تقول لَوَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا مشيئة الله مطلقة إرادة الله مطلقة لا حدود لها يعني أن الله كان من الممكن إذا شاء ولكنه لم يشاء إذا شاء سابقا أن يجعل البشر كلهم مؤمنين من اليوم الأول من خلقة آدم وحواء إلى يوم القيامة كل الناس يكونون مؤمنين شلون يكونون مؤمنين يصير نعم يصير بالإجبار أن تجبر شخصا حتى يكون مؤمنا مو تجبره بالخوف بالغريزة أصلا شلون الحيوانات أجلكم الله يمشون في طريقهم كيف أن الشمس هذه الكرة العملاقة مجبرة هل فيها اختيار لا القمر مجبر الجمادات كلها مجبرة النباتات مجبورة يعني أن الشمس من دون إرادتها بإرادة الله سبحانه وتعالى منذ خلقها تطلع على الكرة الأرضية في أول طلوع الشمس وتغرب عصرا وتتكرر هذه المسألة طبعا الكرة الأرضية تدور نفس الشيء بالنتيجة الفرق بيننا وبين هذه الموجودات التي خلقها الله سبحانه وتعالى أنه لم يشأ لو يقولون لو في اللغة العربية لشنو للامتناع لو شاء يعني لم يشاء مثل أنت تقول لو أردت كنت أذهب اليوم إلى بيت جدي مثلا ولكن ما رحت لماذا لم يشاء السؤال هذا لماذا لم يشاء الله أن البشر يكونون كلهم أمة واحدة أمة واحدة يعني كلهم مسلمين كلهم مؤمنين كلهم موالين لأهل البيت كلهم خوش أوادم لا ظلم ولا بغي ولا دجل ولا كذب ولا غيبة ولا نميمة أي شيء ما يكون كان ممكن نعم الله كان يخلق ملائكة مثل ما خلق الملائكة كلهم يطيعون أوامر الله من دون أي شيء معصومون وكما خلق الشمس والقمر والجمادات ولكنه لم يشاء لماذا لم يشاء لأن البشر خلقوا حتى يمتحنوا حتى يفتتنوا حتى يبلوا بلاء نحن مبتلين نحن مبتلون يعني ممتحنون الصالح باختياره يختار الصلاح والفاسد باختياره يختار الفساد ولذلك عظمة البشر هذه استمواحد ممكن يقول يا ربي يا ريت ما تشانه الشكل لا هذه من قيمة البشر البشر أكرم وخلق الله ليش أكرم وخلق الله لأن عنده حرية حرية الاختيار حرية الانتخاب بحرية الانتخاب يسمو يرتفع يروح إلى أعلى علين حتى يصل أكبر وأعظم من درجة جبرائيل نعم فكيف أن نقيسها بالشمس والقمر شمس قمر شنو يصل الإنسان المؤمن أنه يصعد حتى يصير أعظم من الملائكة نعم ليش يصير أعظم لأن هناك قوتان في البشر قوة تجذبه إلى الخير الفطرة السليمة العقل الأنبياء شرحت لكم هذه الأمور مرات ومرات ولكن التكرار زين هذه قوة تجذبه إلى الخير إلى العمل الصالح قوة أخرى الشيطان والنفس الأموار بالسوء وهو النفس يقول له لا روح للفساد هاتان القوتان تتصارعان في الإنسان كل لحظة الآن أنا قاعد هنا أنا وأنت قاعد هنا في نفس هذه اللحظة هاتان القوتان تتصارعان أنا باختياري وبحرية أختار الخير والآخر البعيد الفاسد الكافر الظال يختار الشر وإلا المعادلة المعادلة كلها كانت تضيع معادلة شنو ثواب يروح بعد ثواب ما أكوه إذا أنا مجبور ثواب أكو عقاب ما يصير كيف تعاقبني يا رب وأنا غير مختار جنة بعد ما إلى مفهوم نار ما إلى مفهوم قيامة حساب كتاب ميزان صراط كله يضيع كل المنظومة المعرفية للإسلام ما إلى قيمة بعد إذا شنو إذا كنا مجبورين فنحن نحس هذا الشيء موجود فينا يعني أكو واحد منكم ما يحس هذا الشيء أنت ليش قاعد هنا أنا الآن باختيارك ولذلك إذا ضجت من سيد محسن تقوم تطلع بعد ما بيشي وأنا ما أزعل مثلا باختياره ذاك البعيد الآن في الكازيونات دا يرقص ويعمل قمار ويصوي فساد ويظم الناس ويقتل 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 فما يكو واحد يقول أنا مو مختار أنا أجبرت يزيد ممكن يقول أنا كنت مجبور لا كل الظالمين في الدنيا كل الطغاة باختيارهم طغوا واعتدوا وتجاوزوا وقتلوا وظلموا وبغوا ولهم النار والقديسون والقديسون باختيارهم تقدسوا وتباركوا وعملوا الصالحات مع الإيمان فذهبوا فيذهبون إلى الجنة هذا خلاصة الآية واضحة إذا واضح سل على محمد والقديسون 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 الله يضل هو دا يقول لو شئتها كذا فإلى معنى هذا ليش نقول لازم مفسر يفسر القرآن الأيام يفسروا هذه الآية الرسول فسر سلام عليكم ولكن يضل من يشاء يعني شنو يضل من يشاء يعني الإنسان الذي يختار الضلال ويعاند ويعاند ويكابر ولا يقبل الحق يعوف يعوف يعني شنو يضل لتركه تماما مثل ولد نوح بعد أفضل مثال ولد نوح زوجة نوح زوجة اللوت زوجة بعض الأنبياء نوح يعني لم ينصح ولده مستحيل نوح اللي تعب تسعمائة وخمسين سنة لأمته ما نصح ابنه حتما نصحه ما نصح زوجته حتما نصحها ووعظها ما قبلت الولد إلى آخر اللحظة السفينة ده تمشي سفينة نوح شوف الآية تعال يا أبوناي تعال اركب قول سعاص شنو ساوي إلى جبل يعصمني جبل يعصمك عذاب جاي ما يقبل كيف راح إلى جهنم وبئس المصير حتما نصحه حتى لو من قال الله قال له هذا ليس من أهلك أصلا ترك يظل هذا معناته يعني النوح يعني معقوله النوح ما ينصح ابنه طول عمره ما يصير اللي تعبوا يا أمته ما ينصح ابنه وزوجته اللوط ما نصح زوجته حتى من نصح ولكن لم يقبلوا ليش لما قبلوا مختارين أحرار أنا حر خب إذا أنت حر روح كيفك إذا لم يقبل شي سوي الله يظل من يشاء يظل يعني يتركه مو الله بالإجبار يتركه يعني يعني يقوله بعد ما كنته فيه خذلان يسموه خذلان هذه كلمتين كلمتين أكوا في المنظومة المعرفية للإسلام جدا مهمة التوفيق يقابله شنو الخذلان التوفيق تشوفه واحد موفق واحد ثاني مو موفق بسنة لا تنخوش أو هذا ما هذا يوفق للخير للمبرات للأيتام للبناء المساجد يركض فلان موفق ليش لأنه راح الله لزم إيده عسب تعبيرنا يعني شنو نوفقه نصده سدده الثاني ما راح قال خم ترح لترح كيفك التوفيق مقابله الخذلان يخذله يعني يتركه ولو شاء ولكن يضل من يشاء هذا معناته لا يجي ببالك أنه الله بالقوة يضل إذا يضل ليش وديه جهنم مشيئة العامة لله سبحانه وتعالى وبالمقابل يهدي من يشاء يعني اللي يجي صوبه يقول لا يتفضل يفتح الطريق الحر بن يزيد الرياح أفضل مثال 30 ألف في يوم عاشورة في كربا لا يجتمعوا أقل إحصائية شو تقول 30 ألف بس نقول ليس 7 ألف الإمام الحسن يخطب ثلاث خطب عند يوم عاشورة وقبله وقبله ودرون أنه هذا ابن رسول الله حفيده رسول الله صبته رسول الله كل الناس تعرف والخطب متأثر إلا في الحر مش عجب يعني لأنه أراد لأنه قرر لأنه داس على هوى نفسه تدرون الحر إذا ما كان يسوي هذا الشي كان يصير بطل عند بني أمية يخلوه أمير لمنطقة مهمة قال لا ما أريد في المقابل من أسوي عمر بن سعد قال أريد الري حتى الري ما حصل حتى ذاك ما حصل الحر قال أنا أقتل في سبيل الدين وفي سبيل ابن بنتي رسول الله أتوب قام إجي على مهلة وقال يا ابن رسول الله هل لي من توبة هذا شنه عناته معنى الله أهداه هداه هداه للوصول إلى الحق ليش لأنه هو أراد ويهدي من يشاء بدليل آخر الآية بعض المنحرفين مع الأسف ما أخذين هذه الآية وما شابهها يقول جابر أكو بعض المنحرفين حتى من الذين لم يتجهوا إلى أهل البيت يقول الله يجبرنا بدليل يضل من يشاء ويهدي من يشاء كيف هو الله سوى الشمر شمر وسوى الحسين عليه السلام حسين هذا مو صحيح ليش ولا تسألن عما كنتم تحملون إذا بالقوة وبالإجبار لماذا يسألن يوم القيامة بعد شوفوا الآية جدا دقيقة إذا معنى الجابر موجود هنا فبعد السؤال ليش ولا تسألن اللام للتأكيد يسمو لام القسم بعضه يسمو اللام التأكيد نون التأكيد الثقيلة إذا نون تأكيد ثقيلة إجت وراء الفعل الماضي يعني حتما ولتسألن جمع كلكم تسألون حتما متى يوم القيامة عن شنو عما كنتم تعملون معنى ذلك أنه مك جبر نحن أحرار نعم إذا اخترنا الطريق الصحيح الله يوفقنا يسددنا يأخذ بأيدينا خب هذه الآية واضحة صارت الآيات التي تليها استمرار للآيات التي قرأناها في الليلة الماضية حول شنو حول العهد شوفوا أخواني أنا أشرت البارحة ولكن البارحة بعجالة الآن عدنا وقت شوية العهود والقسم والأحلاف والمعاهدات سواء صغيرة أو كبيرة إذا خربت المجتمع البشري يخرب شلون كما أشرته في الليلة الماضية إشارة سريعة الزواج شنو هو الزواج بين الرجل والمرأة شنو معناه معناه عهد عهد بعد الزوج يتعهد للمرأة لزوجته والزوجة تتعهد لزوجها الشركات التجارية شنو معناته أكو قانون في الشركات التجارية القانون الداخل يسموه شنو يسموه أكو قوانين رئيس الشركة يتعهد مع الموظفين في الشركة والموظفون يتعهدون أنتو الآن بعضكم موظفين سواء في التعليم أو في الوزارات ما عدكم قانون عدكم قانون في الوزارة في وزارة التعليم وزارة التجارة وزارة المادرية الطاقة أي شيء الوزير يتعهد أو الوزارة تتعهد الحكومة تتعهد والموظفون يتعهدون إذا هذا التعهد ما صار يعني شلون يعني بكرة تروع إلى المدرسة كل المعلمين ما جايين ليه شابه والله نمنع يوم ثاني ما أجه يوم ثالث ما أجه شنو يصير المدرسة لازم تغلقوا أبوابها لأن ذلك المعلمين ما يفيدون لازم يجيب معلمين آخرين الشركة لازم تغلق بابها الحكومة لازم تتعطل الحوزة الجامعة المدارس كل هذه الأمور لأن العهود والمواثيق محترمة في كل شيء يجي هذا الآباء أنت أبو متعهد لأولادك مدرستهم طعامهم روحتهم جيتهم نظافتهم دينهم صلاتهم صيامهم تقواهم فضائلهم أخلاقهم متعهد أنت إذا ما قمت بهذا التعهد أنت مسؤول الأولاد ميضا متعهدين ليش؟ لأنهم لازم يسمعون آباءهم يسمعون آباءهم وأمهاتهم يطيعون آباءهم وأمهاتهم هذا تعهد بعد كل شيء أكتعهد التكرار في هذه الآيات مرة ثانية في سورة النحل مقررين العهد بعد يقول لا مرة أخرى تأكيد كأنه يريد الآية أو تريد الآية أن تقول أنتك أنك تتعهد أمام الله أنا متعهد إياك أنت متعهد إياي الكفيل منه الكفيل هو الله لن يشوفنا كأني أستهزئ بالله والعياذ بالله لمن وأقوم بعهدي ولذلك العلماء يقولون أنه إذا موظف عامل صانع عد شركة إذا اتفق معه لازم لا يخون يعني مثلا أنا اتفقت مع عامل عندي يشتغل بناء في البيت ثمان ساعات اشتغل ست ساعات يقول السحط هذا الفلوس اللي ياخذه حرام وفي المقابل أيضا إذا أنا صاحب العمل ما أعطيته راتبة أو أقل أعطيته أيضا أنا مقصر لأن تعهد صار الطيق خمس دنانير بشرط أن تعمل من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية إذا أنا ما أعطيته معناته أنا مقصر شوفوا في كل يجي في كل شيء يجي يعني في كل شيء يأتي وأهم شيء تعهدنا هذه الآيات اللي الآن نقراها إشارة إلى قضية الغدير أيضا العهود التي تعهد المسلمون مع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله ومحمد صلى الله عليه وسلم إحلق وما تشلنا يوم الغدير ولكن علمنا أن الغدير واقع وحق وصحيح فتعهدنا ما دام تعهدنا كأنما عاهدنا الله سبحانه وتعالى فإذا نكثنا العاهد شير يصير مشكلة هذه لأننا تعهدنا مع رسول الله صلح الحبديبية لمن صار مع من صار الرسول تعاهد مع المشركين الذين ظلموه وسرقوا أمواله وعذبوا أصحابه في الحديبية اجتمعها وهذه الحديبية الموجودة قريب مكة اللي يحرمون منها هناك تعاهد صار أجي سهل ابن فضل ابن السهل المؤشرين من قبل المشركين والرسول جالس وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه جالس في الخيمة تعاهدوا على أنه حرب يتوقف بينهم بشروط موجودة في صلح الحديبية الشروط كانت قاسية على المسلمين ولكن قبل الرسول ليه قضية مهمة الآن ماك هو قد أشرحها عندما قبل خلص بعد تعاهد صار يعني عهدك حتى مع الكفار الآن المعاهدات الدولية بين الدول يصير ينقضوها ونقضوها بعد ينقضون العهود ما يصير لأن التماسك الاجتماعي البشري بين الدول يروح بعد ما يصير بعد أمان ماكوه الدول عندما تتعهد مع بعضها البعض يجب أن تعمل بهذا التعهد وإن لك لا يبقى حجر على حجر بعد ما يقل شي بعد فشوف في كل شي يجي كل عالمنا كل مجتمعاتنا متوقفة ومرتكزة على شنو؟ العهود المعاهدات أخذ من زوج وزوجة إلى الدول الكبار العظمى أكون معاهدات تجارية أكون معاهدات اقتصادية أكون معاهدات تربوية أكون معاهدات للزراعة أكون معاهدات للصناعة يجي شركة تجي إلى منطقة مثلا تتعهد أن تبني مصنع بعدين في الوسط تروح تقول لها ما أجي ما يصير يعني ما يبقى قانون في البلد بعد أي شي ما يبقى إحنا تعهدنا حتى في الترافيك في شي اسمه هذه المرور أيضا نفس الشي تعهدنا أن الضوء الأحمر يجب أن أوقف سيارتي فإذا تجاوزت ما يصير أصدم يضربوني بعد لو جريمة يصير علي يعني لازم أدفع غرامة إذا ما شوفوني أو سيارة ثانية تجي تضربني هذا تعهد تعهد من المجتمع أن اللايت الأحمر وقوف الأخضر امشي إذا اخترب هذا كله تدري ما يصير أصلا أنا مرة شفيت في بلد من البلاد هذه مختربة البوليسة ما موجود الشرطة ما موجود أصلا فوضى صارت فوضى لا أحد يعرف الثاني هذا يجي منا هذا يجي منا كل واحد يضرب الثاني فوضى يصير ليش؟ لأن العهود راحت ننظر إلى الآية ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم هنا أنا إشارة إلى العهود التي فيها حلف أيضا هذا اللي يقول والله بالله تالله ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم دخلا يعني خدعة واحد يقسم يحلف بالله يتعهد مع شخص آخر بعدين يجيب له فتخدعة حتى يمشي يقول لا أنا هشك الماغلت قصدي من هذه الكلمة مو هذا حتى إذا مكتوب حتى إذا مكتوب يرتب له فتحجة فتخدعة هذا يسميه دخل مو دخل يعني الدخول حتى الدخول أيضا من هذا الكلمة جاي ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم لتخربوها لا تفسدوها بالخدعة والغش والخيانة ليش شوفوا الجملة جدا دقيقة فتزل قدم بعد ثبوتها المجتمع مرتكزة على أقدام مرتكزة على التعهدات بيننا وبين بعضنا إذا راح تزل قدم يعني بعد قدم ثابت ماكو في المجتمع الآن نتتصور إذا كل الموظفين ما يقومون بتعهداتهم وفي المقابل أرباب العمل ما يقومون بتعهداتكم الحكومة لا تقوم بتعهداتها الشعب لا يقوم الزوجة لا تقوم بتعهداتها أمام الزوج الزوج ما يجيب نفقه ما يدير بال على زوجته شنو يصير أصلا فتزل قدم بعد ثبوتها أول شيء كان ثابت ثابت يعني شنو يعني الأيمان كانت محترمة المعاهدات محترمة أما إذا هذه المعاهدات والأقسام جمع القسم يعني أيمان جمع اليمين يعني القسم القسم عالة يعني يطلق على التعهد أيضا لأن أنت لو من تقول والله أسوي هذا الشيء لتتعهد بعد وبعدين أكثر من التعهد لماذا؟ لأن جبت اسم الله يعني الله شهيد على ذلك فتزل قدم بعد ثبوتها قدم على قدم ما يبقى بعد بعدين شيء يصير المجتمع يخرب وتذوق السوء السوء يعني كل شيء مضر قلت لكم المثال واضح بعد العوائل الآن لماذا تتفكك مع الأسف والطلاق يكثر لأن المعاهدات بين الأزواج وبين الزوجات بين الرجال وبين النساء ضائعة فيصير فساد بعد تفكك العائل يصير وتذوق السوء يعني المجتمع رح يصيب سوء تذوق من الذوق يعني يصيبكم سوء المجتمعات تخرب بعد بما صددتم عن سبيل الله الله أكبر هذه الكلمة جدا قوية وشديدة يقول عهودكم وأيمانكم قسم حلف يمين تعهد سبيل الله هذا أنت صددت عنه أنا سويت عاهد مع المشركين رسول الله سوى مع المشركين معي في الحد ما ممكن ينقضه هذا سبيل الله يعني يعني العهد نوع من التعهد بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى بما صددتم عن سبيل الله هاي في الدنيا العلماء المفسرون يقولون شوفوا الآية جدا دقيقة تذوق السوء يعني تشوفون بلاوي بالدنيا الآن صاير بعد الآن صاير الشكل الله يستر للمستقبل شي يصير تذوق السوء في الدنيا آخر شنو ولكم عذاب عظيم في الآخر حقيقة إذا واحد شوية لمن يقرأ قرآن يتدبر في هذه الآيات يشوف كأنه تحكي معك الآن الآن نازله جبرايل الآن أنزله لنشوف الآن المجتمعات شنو صايرة المجتمعات الأسرية التعهدات تنقض ربما تحدث حروب أصلا دماء تراق ليش لأن التعهدات ما قل احترام بعد هذا يعتبر هذا يعتبر سبيل الله طريق الله كل عهد هو طريق الله ما دام تعهدت لازم توقف على كلامك شايفيني الناس مثلا يقولوا بالسوق هذا جدا مشهور يقول هذا ما عنده كلمة ما عنده كلمة يعني شنو يعني ما تقدر تتعامل ويا بالتجارة هذا ما يفيدك ليش ما يفيدك لأن جربنا كم مرة ما عنده كلمة يعني ما عنده تعهد هو ما يسقط في السوق هو يسقط أيضا من الواحد اللي كم مرة يطلق بعد ما يطلق زوجه بعد يقول هذا كل يوم يطلق شبيه هذا فيأرى السوء في الدنيا وله عذاب عظيم في الآخرة بعد ذلك أيضا يكرر يؤكد الله ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا المشركين والمنافقون في المدينة كانوا يشوفون الوضع شلون اليهود من نفس الشي إذا شافوا أن النبي كان قوي صار قوي يجون يتعاهدون مع النبي اقرأوا في التاريخ تاريخ المدينة بعد مجيء رسول الله أول ما وطأت قدماه المدينة في اليوم الثاني أو الثالث تعاهد مع اليهود المعاهدات موجودة في الكتب في كتب السيرة والتاريخ موجودة اقرأوا هذه المعاهدات جدا عجيبة اعطاهم الحرية النبي دينكم أموالكم مزارعكم هما كان عندهم من العوالي إلى خيبر كلها إلى اليهود جاءين من قبل قرون ساكنين هناك وتجار اليهود معهوفين أهل فلوس أهل تجارة أهل زراعة قال لهم المعاهدات موجودة بالكتب بين رسول الله وبين اليهود كل طوائفهم إلى الآن موجودة في كتبنا من نقض العهد اليهود نقضوا كانوا يجلزون إلى المشركين في مكة تعالوا نتفق مع بعض حتى نهجم على رسول الله وعلى المدينة ونقتل رسول الله أنت عندكم معاهدة هذه بالنسبة لليهود المنافقون أيضا نفس الشي كانوا يسوون في الظاهر كانوا يقولون وإحنا من النبي يرحون ويا المشركين في مكة يتفقون في قضية وحد صارت هذه في قضية الأحزاب صارت في قضية الغزوات اللي صارت على النبي من أين صارت اتفاقات سرية تصير ونقض العهود أما أحنا المسلمين هم سوينها بعضنا تعهدنا أن نكون مع رسول الله في كل قول وفعل وتقرير هذا معنى الإسلام وبعضنا نقض العهد يقول ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ثمن القليل يعني تشوف أن المشركين يفوزون صاروا أقوياء في غزوة خندق في حرب خندق كانوا أقوياء ترى جداً أقوياء جداً أقوياء صاروا وياهم من خارج المدينة كانوا يرحون يتفقون مع المشركين أنه إحنا ندليكم على الثغرات الموجودة في المدينة اليهود والمنافقون بس خوب الله رتبها سووا خندق في الظاهر بإشارة سلمان الفارسي المحمدي اللهم صلى على محمد ما قدروا يصووا شيء بس بالنتيجة سووا نقضى العهود هذا ثمن قليل يعني ما عرفوا أن الله يشوف ويدل النبي ثمن قليل إنما عند الله هو خير لا تنقض العهود لا تنقض الأيمان والأحلاف لأن ما عند الله هو خير خير يعني شنو يعني أخير كلمة خير ما تجي أفضل التفضيل أفعل التفضيل يعني ما تقدر تقول أخير هو خير يعني أخير كلمة خير باللغة العربية يعني أفضل أحسن بس ما تجي أخير هو خير لكم إن كنتم تعلمون إذا خسرت فرضا فرضا النبي خسر وشوية خسر النبي في الظاهر في صلح الحديبية لأن أجوا ناس كم واحد من المسلمين التجأوا إلى النبي النبي ردهم قال لا معاهدة عندي ردهم إلى المشركين بعض المنافقين هنا نخرب وقالوا يا رسول الله ذولة مسلمين شلون تريد قال احنا معاهدة لا ننقض المعاهدة شوف شقيد مهم يخسر شوي ولكن يربح فيبقى راية رسول الله مرتفع إلى الآن يقولون رسول الله ما خان ما سوى شيء وعلي أيضا سلام الله عليه ونحن في لياليه عندما اجتمع الستة وأحدهم أمير المؤمنين عليهم ابن أبي طالب قالوا نعاهدك على كتاب الله وسنة رسول الله وسيرة الشيخين يعني الخليفة الأول والخليفة الثانية هذا بعد وفاة عمر بن الخطاب قالوا نعاهدك على هذا نبايعك على هذا قال لا ما أقبل يا أمير المؤمنين كذبة وحدة كذبة وحدة واخذ الامبراطورية الإسلامية بعدين تصفيها سياسة يعني قال لا لا أكذب ولذلك بقي علي شامخا إلى الآن في قلوب الجميع حتى أعداء ما قال قال أنا ما أسوي هذا الشرط الثالث ما أقبل كذبة وحدة ما كذب ما عندكم ينفد وما عند الله باق تريد منفعة منفعة تجيك بالكذبة بنقض العهود بنكث اليمين ولكن لا يبقى شيء أبدا في الدنيا وما عند الله باق هذه الكلمة هذه الجملة دائما نخلوه في بالكم أنا أبدأ أقول لنفسي أخليه في بالي ما عندكم ينفد ينفد يعني يخلص ينتهي أكو شيء ما ينتهي في الدنيا أصلا أكو شيء الأنبياء كلهم ماتوا بعد إنك ميت وإنهم ميتون يا رسول الله أنتم تموت ما يبقى شيء فكيف بالأموال فلان ما اعتمد على الأرصد اللي عنده في سويسرة وفيد مرة تروح تنتهي يعتمد على البورصة يعتمد على التجارة هذول الحكومات أصلا ما أدري هاي الآية ما يقروها بعض الحكومات الذين يظلمون الناس ما عندكم ينفد ينتهي شنو يبقى وما عند الله باق العمل الصالح ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الأجر هناك نعم عندما لا تنقض العهود والمواثيق والأحلاف والأيمان تخسر شوية صبر يحتاج له الآن إحنا حقيقة كثير من الناس إذا مثلا يريد يسرق يقدر يقدر يسرق ولكن المتدين شنو يجي يسأل هذا الشي حرام أو حلال هذا الشي اللي بالسوق موجود صحيح أو لا قبل كم يوم واحد جاني قال هذه الدواء أقدر آخذه الشكل من صيدلية المستشفيات قالت له إذا مو محتاج لا مشكل حتى على شيء بسيط إلا أن تأخذ من حقك وتعطي للآخرين للفقراء ما يخالف أما هاي الشكل اللي تروح تأخذ بأي مناسبة كل شيء لحسابه يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا يصبر على الضيم يصبر على الشدة يصبر على الابتلاءات ما يتقدم في الوزارة لأنه ما يريد يكذب ما يريد يخدع ما يريد يغش كثير من الأصدقاء يسألون إذا إحنا يعني ويا الكبار صرنا وصرنا شوية منا منا رشوة وما رشوة نتقدم هذا حرام حرام بأي مناسبة ولنجزين الذين صبروا صبر يحتاج أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون لأن الإنسان إما يعمل حسن وإما يعمل سيء نحن نعطيهم بالحسنات التي يعني نعوف عن السيئات أيضا يعني حتى كان له معصية تغفر له هذا معنى أحسن ما كانوا يعملون آخر شيء من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن شرطيا أكو في الإسلام العمل الصالح مع الإيمان بدون الإيمان ما يفيد الإيمان مع العمل الصالح دائما هكذا في كل الآيات القرآنية أن تشوف من أول القرآن إلى آخر القرآن هاتان الجملتان مع بعض الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني عمل بدون إيمان لا يفيد إيمان بدون عمل لا يفيد مثل واحد يقول قلبك خليكن طاهر مو مهم بعد هاي عند النسوان هو آية دا يصير هذا الشيء مثلا بعض الأوقات ننصح بعض الفتيات اللي يجون هناك أنه الحجام قلبك خليكن طاهر شون قلبك يكون طاهر بالنتجة الإيمان صحيح قلبك يكون طاهر أنا أقبل هذا الشيء ولكن الحجام واجب الصلاة واجبة الزكاة والخمس واجبتان الحج واجب إذا استطعت إليه سبيلا ما يصير تقول خلص أنا ما دام قلبي طاهر بعد ما كو شي ما علي الذنب لا شوفوا الآية من عمل صالحا لازم عمل صالح من ذكر أو أنثى ما يختلف الرجال والنساء وهو مؤمن بشرط الإيمان فلنحيينه حياتا طيبة الحياة الطيبة راحت في البلاد الإسلامية وغير البلاد الإسلامية حياة طيبة ماك لماذا لأنه لو إيمان ماكو لو عمل صالح ماكو هذه المشكلة يجب هاتان مع بعض العمل الصالح مع الإيمان من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخر سماحة سماحة السيد وصل الحمد لله وإذا ما كان يوصل أنا كنت أختم لأنه تعبت بعد بل إن شاء الله غدا أيضا نستفيد من سماحة السيد الواعظ لأنه آخر ليالي القدر غدا إن شاء الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد الله سبحانه الله 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 سبحان الله 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 الله